اشتركوا في القناة كما تأكل النار الحطب الإنسان متى يظهر؟ الإنسان يظهر في حالات الحسد والعياذ بالله أنا ما عندي وفلان عنده لماذا عنده؟ الإنسان يختبر في لحظات الحسد شخص يحسد من شخص كاسب يحسد من كاسب مرأة تحسد من مرأة ثانية هنا تظهر حقيقة الإنسان لأن الإنسان إذا تملكه الحسد والعياذ بالله لا يعرف حدا في حياته يرتكب كل غيبه وتهمه ونميمه وبقية المنكرات في سبيل تحطيم خصمه الحقيقة الله سبحانه وتعالى يبتلي كل واحد منا بشكل الإنسان إذا ما كانت فيه هذه الملكة إذا ما أبقى هذه الملكة الشيطان يأخذه في مكان ما وينزلت حيث لا ينفع الندام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط لا تمدن عينيك في التعبير العلمي ممكن واحد ينظر لكن مد العين هو التركيز بالنظر على صاحب النعمة لا قل اللهم ازد وبارك عليه واعطني كما أعطيته ما فيه سبحانه لكن مد النظر يسبب الحسد والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب هذا شيء طبيعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغرب القدر الحسد دائما كل موهوب محسود فلت شيء مسلم به ماكوا واحد اليوم بنعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول اقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ليش؟ لأنه الناس من يشوف واحد متمتع بنعمة يتصور أنه جتة بلاشة جزاف يجوز تعبان يجوز أكسير بينه وبين رب العالمين يجوز عنده توفيق معين إذن العمل نجاح العمل لازم أكونيه فما يحسب البشر يلغي إذن كلين كأنما ما نقدم عناء وتعب وشيء يبني الحسد هذا ليش يتشار عنده؟ هذا ليش يتوفق هذا التوفيق؟ إخوه إدعي لفد يوم من الأيام فرد واحد عبد الله بن عمر يقولون عنه قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله من مسجد النبي والنبي التفت لأصحابه هو عبد الله يقول التفت إنه قال سيدخل من عادي الباب رجل من أهل الجنة دخل رجال ما الوضوء يقطر من يديه صلى لرقعتين ورد طلع ما حد شيء ما حد شيء؟ طلع هذا أنا لحكته قلت لعمي أنا وابوي زعلانين اليوم فأريد من عندك تقبلني الليلة أبات يمك ماكو فنادر داك اليوم موشي يقول أخذني ورحت للبيت أشو جابنا خبزة الرزق المقصوم المتواضع ونام للصبح لحد ما أذن عذان الفجر قعد صلى صلاة الفجر رقعتين ونام قلت لي يا أبا أنا ترى ما عندي شغلة وي أبوي ولا عندي مشكلة بس إنت النبي يقول من أهل الجنة خنشوف الجنة بيش حصلتها نحن وايا أكو ناس ساعة بالعجرة بالليل وقال يا الله وين تريد بعد وقت قال والله بعد ورانا صلاة الليل على أساس حد راح ينام من وقت حتى يقول بدل هذا الصباح يسأل صلاة الليل أو بالنهار يحش غيبة ونبيمة وتسقيط ودني شي هذا هو إيش يا الله يطي جنة قلت لعمي أنت جايز أنت ما سويت شي أشو بيش أخدت الجنة قال عمي والله أنا ما أمسوي شي بس غاية ما في الأمر ما نظرت لرجل بنعمة إلا وسألت الله زيادة فيها ربي هذا متوفق اللهم زيدة أكيد أكسر بينك وبين اللي يمطي هاي النعمة وإلا إذا الله مطي بالغلط يعني الله ما يصرف عديل يعني شلون الله يوزع باطل لازم منعم عليه باستحقاق لازم منعم عليه ويجوز منعم عليه بوبال واستدراج ويريد ينتقم منه مثل قارون قلت ليش مستأجر عليه فيبدي عامل الحسد يشتغل وقاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ليش لأنه الحسد يشتغل والتسقيط وهذا يهرب وذاك يجيب هو نعنش بفلوسه ونعيب جوه التبريد والتي تتقلول للصبح ومنتيجة القهر والحسد راح يصير ضغط وجلطة وسكر ومشكلة وذاك صحة سالمة يقاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام آفة الدين الحسد والعجب والفخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر